بعض من نرى في الجامعة من طلاب وغيرهم لا يصلي إلا في رمضان وبعضهم لا يصلي إطلاقا ولكنه يصوم فما الظن بحالهم وهل نعاملهم كما نعامل المسلمين إن لم يجد فيهم النصح الصواب لأن من لم يصلي هو كاهل لا تنفعه شكاة ولا صيان ولا حج ولا غير ذلك لأنه مرتد أمانه باطنة كما قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان أمانه وتركوا الصلاة كفر وشرك ولا سبحانه ما يكر بالإيمان فقد حبط عامل ولا سبحانه ولا غير وحي إليك ويلي من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عامل ولا تكون من غاسدي إنسان لا يصلي كيف تكون حال وأهما إذا يرجى وراءه الصلاة عموت لسة وأعظم الأركان بعد الشهادتين إذا ترك الصلاة كشه يرجى في خير كفي وظنه في خير ولو صار هذا عذب مع الدرسون من ما يعدبه الله بهالك لأنه لا قيمة الاستيامة مع ترك الصلاة الواجب أن يعامل معاملة كفار وأن يفصل من كان في عمل يفصل من عمله من كان في الدراسة يفصل إن لم يتوب ويبعد لأنه عظ فاسد يجب أن يقطع ويوفى عمره لأولاة الأمور فإما يتوب إما يقتل قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا من زكاة فخلوا سبيلهم فدل على أن من لم يصلي لا يخلص بل يقتل وقال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين فدل على أن من لا يصلي لا لن ينهى عن قتل بل يقتل وابدهب جمهور أهل العلم كمالك وأحمد والشافعي رحمهم الله وجمهور السلف الصالح إلى أن من ترك الصلاة ولو لم يقل إنها غير واجبة ولو لم يجح الوجوب من تركها استتاب فإن تابوا إلا قتل إما حدا وإما كفرا وصابوا أن يقتل كفرا وغلاب وحنيف لما نقاله عنه جماعة رحمه الله إنه يستن ويعذب بطعن بالرمح ونحوه وغيره من أنواع العذاب حتى يتوب ويصلي أو يموت فالحاصة أن من ترك الصلاة لا يجوز إقراره فهل يجب أن يفصل ويبتر ويبعد عن العمل ويستتأم فإن تابوا إلا قتل هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلم وهل يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والله مستعى نعم ترجمة نانسي قديم